السلام عليكم متابعي قناة دروس الدعم والتقوية للابتداء مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز تمارين صفحتين 45 والصفحة 46 من مرجع التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 يتعلق الأمر بتقويم ودعم تعلمات الوحدة الثالثة المعنية بالكائنات الحية ووظائفها وتفاعلاتها مع البيئة نبدأ بتقويم المكتسبات مع السؤال الأول السؤال يقول أنقل أرقام الاقتراحات الصحيحة من بين الاقتراحات التالية نقطة لكل اقتراح صحيح مجموعة 8 نقطة إذن أي اقتراح صحيح هنا سنضغر عليه ونقل الرقم دياله إذن هنا أولا يتكون الوسط البيئي من مكونات حية ومكونات غير حية إذن هذه الجملة صحيحة إذن نقل الرقم دياله هي واحد ثم الجملة الموالية تحتوي الأوساط البيئية على المكونات الحية نفسها إذن هنا هذا الاقتراح خطأ لأن الأوساط البيئية تختلف مكوناتها ولا تحتوي على نفس المكونات ثالثا ترتبط الكائنات الحية في وسط عيشها بعلاقات غذائية إذن هذه الجملة صحيحة إذن ترتبط الكائنات الحية بعلاقات غذائية يكون لدينا المنتج مستهلك إلى آخره أو المفتارس الفاريسة إلى آخره رابعا الحيوانات العاشبة مستهلكة من الدرجة الأولى إذن حيوانات العاشبة يعني حيوانات التي تأكل العشب مستهلكة من الدرجة الأولى فهذه الجملة صحيحة إذن ندور إلى هنا ندور إلى هنا رابعا فهي جملة صحيحة خامسا في الوسط الطبيعي تترابط السلاسل الغذائية مكونات شبكات غذائية إذن هنا يكون لدينا نجموعة من السلاسل الغذائية مرتبطة فيما بينها على شكل شبكة غذائية غيزو أليمونتغ هذا الجملة صحيحة خامسا إذن هذا الجملة صحيحة ثم سادسا يحدد النظام الغذائي مكان الحيوان في السلسلة الغذائية إذن واش عاشب ولا لحمك يحدد لنا المكان دينا في السلسلة الغذائية خطأ التوازل البيئي مستقر لا يتأثر بالحوادث الطبيعية والأنشطة البشرية يعني توازل البيئي ما يتأثر لنا بالفيضانات والزلازل والبراكين وبقطع الأشجار وإلى غير ذلك فهذا الجملة خاطئة الجملة الثامنة يمكن أن يحافظ الإنسان على التوازل البيئي باتخاذ إجراءات وسلوكات معينة هذا جملة صحيحة بحل عمليات التشجير وضع حواجيز لمنع زحف الرمال إلى آخرين من السلوكات التي تحافظ على التوازل البيئي لأن هذا فيما يخص النشاط الأول نمر الآن إلى النشاط الثاني النشاط يقول أنسب لكل رقم من المجموعة ألف هذه المجموعة هذه فيها الافتراس تعاون تطفل تنافس الحفل الذي يناسبه في المجموعة باء إذن هنا المجموعة باء كي يكون لدينا التعريف هذه العلاقات الغذائية ألف صراع بين أنواع من الكائنة الحية أو أفراده من النوع نفسه حول الغذاء أو التزاوج أو المسكن إذن هنا كانت تحدثوا على التنافس يقتل المفترس فريسته ويتغدى عليها إذن هنا نظر على الافتراس علاقة يستفد منها الطرفان أو فيها الطرفان معا دون أن يسبب أحد ضررا للآخر هذا علاقة تسمى التعاون كائن حي ضار يعيش في على حساب نبات أو حيوان يدعى العائل هذه تسمى عملية التطفل يكون عندنا فيها المتطفل والعائل إذن هذا فيما يخص النشاط الثاني نمر إلى الصفحة الموالية لإنجاز النشاط الموالي النشاط الثالث هو عبارة عن تقويم توليفي يقول لنتعرف المعلومات التالية حول مجموعة من الكائنات الحية تربطها علاقات غذائية داخل وسط بيئين يلتهم العصفور الأسروع الذي بذوره يتغدى على أوراق الشجر أو شجرة التوت التي يعيش فيها تتغدى البومة على العصفور والفأر الذي بذوره يتغدى على النبات يعيش الديتيكو وهو حشرة مائية في مياه البلك والبحيرات ومن بين أغذيته بعض أسماك الصغيرة التي تتغدى بدورها على بعض النباتات المائية السؤال الأول يقول أتمم تعبئة الجدول جانبه بعد نقله على دفتاري وذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة إذن نبدأ بالنبات مستواه الغذائي منتج منتج نظامه الغذائي ما عندناش لا عاشي ولا لحم الأسروع بالنسبة للأسروع فهو مستهلك من الدرجة الأسروع مستهلك من الدرجة الأولى وهو عاشب وهو عاشب ثم ننتقل إلى الفأر بالنسبة للفأر فهو مستهلك من الدرجة الأولى إذا الفأر في هذه الجملة الفأر الذي يتغدى على النبات إذن حتى هو مستهلك مستهلك من الدرجة الأولى وهو كذلك عاشب ثم دي تيك بالنسبة للدي تيك فهو مستهلك من الدرجة الثانية لماذا؟ لأنه يتغدى على بعض الأسماك بين أغذيته بعض الأسماك إذن مستهلك مستهلك من الدرجة الثانية وهو لاحم إذن هو لاحم مستهلك من الدرجة الثانية سمك صغير بالنسبة للأسماك الصغيرة تغدى على النباتات المائية سمك الصغير سنكتب له هذه دياله هنا مستوى الغذائي فهو مستهلك من الدرجة الأولى مستهلك من الدرجة الأولى أي أنه النظام الغذائي عاشب هذا المستهلك من الدرجة الأولى من الدرجة الأولى عاشب ننتقل إلى البومة بنسبة البومة فهي مستهلك من الدرجة الثانية والثالثة على العصفور الفأر. مستهلك من الدرجة الثانية والثالثة. ومستوها الغدائي لاحم. او نظامها الغدائي عفوا لاحم. مستوها الغدائي مستهلك من الدرجة الثانية والثالثة. بالنسبة العصفور فهو مستهلك من الدرجة الثانية ونظامه الغدائي لاحم. لان العصفور يتغذى بالنسبة لهنا. تتغذى البوم على العصفور والفأر الذي بدور يتغذى على النبات. اذا العصفور مستهلك من الدرجة الثانية فهو يتغذى على ديدا الارض مثلا. نمر الى السؤال الموالي السؤال الثاني. انجز الشبكة الغدائية التي تربط بين هذه الكائنة الحية في الوسط البيئي التي تعيش فيه. واحدد العلاقة الغدائية بين البومة والعصفور. اذا هنا نسموها شبكة الغدائية اللي مكون لنا مجموعة من الثلاثة الغدائية. اذا في هات الشبكة الغدائية غيكون عندنا النبات هو المنتج. النبات هو اللي غيكون في اللول. يؤكل من طرف الاسروع. الاسروع. الاسروع يؤكل من طرف الاسروع. ثم النبات ايضا يؤكل من طرف فأر. والفأر يؤكل من طرف البومة. البومة. فأر البومة. ثم النبات ايضا يؤكل من طرف سمك صغير. سمك صغير. ثم هذا السمك الصغير يؤكل من طرف الديتيك. 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 اذا هذا فيما يخص الشبكة الغدائية. هذا الشبكة الغدائية التي طلبت منا في السؤال الثاني. النبات يؤكل من طرف الاسروع. الاسروع يؤكل من طرف العصفور. النبات يؤكل من طرف الفأر. الفأر يؤكل من طرف البومة. ثم النبات يؤكل من طرف السمك الصغير والسمك الصغير يؤكل من طرف الديتك. نتمم ما تبقى من السؤال. وأحدد العلاقة الغدائية بين البومة والعصفور. الانسبة للبومة والعصفور. فالعصفور يؤكلو كذلك من طرف البومة. إذن العصفور يأكل من طرف البومة أي أن العلاقة الغذائية بينهما إذن العلاقة الغذائية بين العصفور والبومة هي هي الافتراس إذن البومة تفترس العصفور تسمى مفترس والعصفور يسمى فريسة إذن العلاقة الغذائية بين العصفور والبومة هي الافتراس البومة تسمى المفترس والعصفور يسمى الفريسة السؤال الثالث يقول أحدد عدد السلاسل الغذائية في هذه الشبكة وأعرف الشبكة الغذائية إذن نعود السلسلة الغذائية الأولى نبات الأسرة العصفور البومة نبات الفأر البومة الثانية نبات سمك صغير الثالثة إذن عدد السلاسل الغذائية في هذه الشبكة ثلاث سلاسل سلاسلة غذائية غذائية الثالثة الثالثة الغذائية سنعرف السلاسل الغذائية إذن المنسبة الثمانين ثلاثة إننا ثلاث سلاسل غذائية غرفة سياسلة الغذائية أو الشبكة حفوًا الغذائية وأعرف الشبكة الغذائية إذن نعرف الشبكة الغذائية الشبكة الغذائية لدي نقطتان نعرف الشبكة الغدائية هي مجموعة من السلاسل الغدائية مترابطة ومتداخلة فيما بينها مجموعة من السلاسل الغدائية المترابطة والمتداخلة فيما بينها فيما بينها تبتدئ 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 بمنتج بمنتجين أو منتجين أو منتجين وهذا المنتج يكون نبت أو منتجين تبتدئ بمنتج أو منتجين يليه مستهلكون يليه مستهلكون مستهلكون في مستويات غدائية مختلفة في مستويات غدائية مختلفة مستهلك من الدرجة الأولى مستهلك من الدرجة الأولى مستهلك من الدرجة الثانية الثالثة إلى آخره هدفي ما يتعلق بالنشاط الثالث نمر الآن إلى النشاط الموالي رابعا يقدم الجدول التالي تطور عدد أفراد الأرانب والتعارب التي تعيش في الغابة ما بين سنة 1965 و 1975 السؤال الأول يقول أحدد نوال علاقة الغذائية بين الأرانب والتعارب هو الأول إلى العلاقة الغذائية الموجودة بينهما هي علاقة افتراس هي علاقة افتراس افتراس نشرحه كيفاش الأرنب هو الفريسة الأرنب هو الفريسة الفريسة والتعلب أفوا التعلب هو المفترس المفترس ده نعدنا علاقة افتراس الأرنب والفريسة والتعلب هو المفترس السؤال الثاني يقول أبين أن هناك توازن بيئي بين الأرانب والتعالب في هذا الوسط البيئي إذن هنا سنرى العدد دي الأرانب مقارنة بعدد التعالب أي تطور هذا الرقم إذن هنا يتغير عدد كل من الجماعتين بشكل دوري بشكل دوري وبكيفية متشابهة إرتافع نخافض إذن هنا نخافض إذا ما يكتروا لنا التعالب يخافضو لنا الأرانب وما ما نخافضو لنا التعالب يزادوا لنا الأرانب ذلك التعالب يأكلوا الأرانب إذا نقصوا التعالب يعني الأرانب لا يتكاتروا لا يأكلوا وبالتالي يزداد عدد ديالهم والعقل الصحيح إذن نقول يتغير عدد كل من الجماعتين بشكل دوري وبكيفية متشابهة عندما يرتفع عدد الأرانيب ينخفض عدد التعاليب والعكس صحيح إذن هنا عدد الأرانيب أكبر من عدد التعاليب كونها تتوالد عدة مرات في السنة فإذا كتر عدد الأرانيب يتوفر الغذاء للتعاليب فتزيد في التكاتر وبسبب الزيادة في عدد المفترسين هنا للتعاليب تتضرر الفريسة تتضرر الأرانيب وينقص عدد أفراد جماعتها حسب السنوات إذن هذه العلاقة لا تؤثر على التوازل البيئي بين المفترس وفريسته لأن هناك تغير دوري ومتشابه في عدد جماعتين الأرانيب والتعاليب إذن هنا تغير دوري إذن ما عدناش واحد التناقص في عدد الأرانيب دايزة وكتنقص نقص 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 لا إذن عدنا كتنقص كتزاد كتنقص كتزاد كتنقص كتزاد إذن هذا الشي ما ليشي أضطرنا على التوازل البيئي ونكتب ما يلي يتغير عدد كل من الجماعتين بشكل دوري وبكيفية متشابهة عندما يرتفع عدد الأرانيب ينخفض عدد التعاليب والعكس صحيح عدد الأرانيب أكبر من عدد التعاليب كونها تتوالد عدة مرات في السنة فإذا قصر عدد الأرانيب يتوفر الغذاء للتعاليب فتزيد في التكاتر وبسبب الزيادة في عدد المفترسين تتضرر الفريسة وينقص عدد أفراد جماعتها حسب السنوات هذه العلاقة لا تؤثر على التوازل البيئي بين المفترس وفريسته لأن هناك تغير ذوري ومشابه في عدد جماعتين الأرانيب والتعاليب هذا هو الجواب للسؤال الثاني النشاط الرابع نمر الآن إلى النشاط الموالي اكتيفتي 5 أعرف ما يلي شين أليمنتر ريزو أليمنتر رسورس ناتوريل شين أليمنتر سلسلة غدائية ريزو أليمنتر شبكة غدائية رسورس ناتوريل موارد طبيعية إذن هنا سنعمل على تعريف هذه المصطلحات ونقترح ما يلي الشين أليمنتر إتو نليزان لنيار أليمنتر يوحد العلاقة غدائية أنتر أن نسمبل دهتر vivان بين الجمعة من الكائنات الحية دا مام مليو إكولوجيك اللي دينا ينتبونا لنفس الواسطة البيئي شاك أتر vivان ربريزنت آم ميلان دا الشين كل كائن حي كيمتل واحد المستوى من السلسلة غدائية يبدأ بالنبات المنتيج من المنتيج من المنتيج من المنتيج كونسوماتور إشاك أتر vivان مانج سكيلو بخيسيد إي تيلي منجي بارسكيلو سوي كل كائن حي دا كي يكون الكائن الذي قبله دا الكائن الذي قبله دا كاللي تابعو غي يكله هو مثلا النبات كي يكون الأسرع والأسرع كي يكون العصفور إذا الأسرع كي يكون داك اللي قبل منه اللي هو النبات وهو النتغي كل داك اللي جاي من بعد منه اللي هو العصفور أمشور ساكي كونسر اللهمتري دو صل دابا اللي هو اليمو تشباك الريدائية إي تنن performer الشيء المنتر مجموعة من السلاسل ريديائية اللي ي يه ينترج خوزي عن دي مرتبطة و متداخل 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 فيما بينها مشوا دابل اللي غصور سنتريل موليد طبيعي يشاك دامات دو مانيار جنرال دي سبستانس خيزنت دون لاناتور صن اكسيان ايما ايكي فو لبجي دون اتوليز اشيو بور ساتسفر لبوزوان ايما هي المواد الموجودة في الطبيعة دون تدخل الانسان يطبيعي من عند الله واللي كنستعملوها كان لغوا كنستعملوها م magg قضي هو الحجية دينا الحجية لإنسانيا حمايةbullة حماية 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 ح 광ران يعجي مинеからTu فيتس هو الشق بان bottoms معكي congrانةné 6 مشات يقول جو ريبان بريزمان او دو كيستيان سويفانت انجوب الى دو كيستيان جو سيد ترواز افنمان ناتوريل يو ان امباكت نيجاتيف سور لكيليبر ايكولوجيك دان احنا يا غادي نعطيو ثلاثة ديال احداث طبيعية اللي عندها واحد تأتير نيجاتيف سلبي على التوازل بي هنا قولو لدي زيارتي في كاسيون بعدون لدي زيارتي في كاسيون صحور لدي زيارتي في كاسيون نقدرون قولو كذلك لدينا عودة سيون فيا دانات بزيارتي هم فأنا تغل مولي والق كربان ويقول البلق.. النالي والكامل والسرشيو الأمبين وانستاذ بولي ليرتعفيق انتصائي وهو الأمر الأكيد وإنبهي المعادي هدات طبيعية ييال أنت رئينا للتوازول بي أعطي مثل سيديم المعانبين كمثيرين يستطيعين مؤسسين على القدرين على السنة لالكسي المشاركة لأحتراضを انتعلق بتواجيك لإكسراء المعانبين بيان كيفاشر يمكن المواطن يعني يحافظ يعني يدري باهمية الحفاظ على التوازل البيئي او يعني كل عدنا واحدة تحسيس باهمية الحفاظ على التوازل البيئي ونقترح ما يلي دل بنسبة السؤال الاول في النشاط الساز كنا اقترحنا لا دزيرتي في كاسيون لزينان داسيون لي لزينة قسم المواطن مع فين تحسي بيان بيان قناس سنسلسل والمواطن بيان كواند سنسل مواطن يعني فيل بيان كواند تحسي بيان امهية الحفاد لبا الاجتماعي ملعاني المؤسسات المعنية بالحفظ على الأوسط البعية والحفظ على المعارضة للخاطر رياليزي دي فيشي دي دي بليان دين قد دولي فيشي المطوئيات يعني تساورو المطوئيات سورة نيسي سيتي دي كنسر ويكيليب ريكولوجيك على أهمية المحافظة على التوازل بي pour البيان دي لاناتور ويلا بخوة ويلا بخوة من أجل مصلحة البيئة ومصلحة الساكينة نمر الآن لتقويم تملك نهج تقصي مع النشاط السابع أطار انتباهي منظر تلوث بحيرة تشتهر بها منطقة والتي كانت فيما مضى مملوئة بمياه نقية صالحة لاستباحة وكانت تضم أنواع متعددة من الأسماك أفسر أسباب تلوث هذا الوسط المائي مع مرور السنين وانعكاسه على جودة مياهه وعلى كائناته الحية وذلك باعتماد خطوات نهج التقصي إذن هنا إذا نريد أن نجاوب على هذا السؤال خطوات نعتمد الخطوات دي النهج التقصي الخطوات أولاً كيكون عندنا طرح سؤال التقصي من بعد ثانياً ستكون عندنا اقتراح اقتراح الفرضيات اقتراح الفرضيات من بعد ثالثاً ستكون عندنا التأكد التأكد من الفرضيات ثم رابعاً كيكون عندنا التعميم والاستنتاج الاستنتاج لأنه يكون عندنا التأكد من الفرضيات نتأكد منها بواسطة التجاربة من اللي كنتدروا التجاربة كنتستنتجوا لعني الاستنتاج إذن غالباً هذه هما الخطوات دي النهج التقصي اقتراح سؤال التقصي اقتراح الفرضيات تأكد من الفرضيات ثم تعميم الاستنتاج والخروج بخلاصة بالنسبةل السؤال التقصي الذي سنطرح في هذا السؤال في هذا النشاط السابع نقول ما الأسباب ما الأسباب التي أدت إلى تلوث ماء البحيرة علامة استفعان إذا المنسبة الفرضيات نقترح ربما تسببت أنشطة الساكن المجاور للبحيرة في تلوث البحيرة أو رمي الأزبال والنفايات في البحيرة أدى إلى تلوث ماء البحيرة إذا بالنسبةل الفرضيات نقدر نستعمل وطائق أو تجربة ثم بالنسبة الاستنتاج الذي سنستنتجه أن السلوكات الإنسانية الخاطئة تؤدي إلى تدهور الوسط البيئي إذن هذا فيما يخص النشاط الأخير النشاط السابع إذن يكفي أن نطرح سؤال التقص ونقترح الفرضيات إذن إلى هنا نصد إلى نهاية هذه الحصة استوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله في الفيديو اللاحق لنتمم التمارين لتقويم تعلمات نهاية الأسدس الأول ودعمها إذن الصفحة 47 إلى اللقاء شكرا